امكانية قيام المنطقة وسكانها بحظ قواهم الجماعية من أجل إحداث التغيير الإيجابي وأيضا كيف يمكن للشباب أنهم يستغلوا مواردهم الحالية والمستقبلية أيضا من أجل إحداث التغيير الإيجابي هذا هو الموضوع وأهم المحاول اللي رح يتمحور حولها مؤتمر هارفرد اللي بتقيمه جمعية خريجي هارفرد أو جمعية خريجي هارفرد العرب نتحدث أكثر بهذا الموضوع مع الدكتور محمد حجيري الرئيس المشارك لمؤتمر هارفرد وهو أيضا استشاري أمراض قلب وكهربة قلب أهلا وسهلا فيك دكتور شرفتنا أهلا وسهلا يعني معروف عن جامعة هارفرد بأنه هي أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية وطبعا هي أقدم الجامعات بالعالم وأفضلها يعني زمنا نحكي فاللي عرفنا أنه خريجي جامعة هارفرد العرب قرروا أنهم يجتمعوا مع بعض ويأسسوا لهم جمعية فحدثنا أكثر عن أهم الأهداف اللي بتطمح لها جمعية خريجي هارفرد العرب هلا هي جامعة هارفرد أقدم جامعة في أمريكا نعم اتأسست جمعية هارفرد العرب أو خريجي هارفرد العرب من خريجين من جامعة هارفرد من العرب نعم وهدفها كان أنه نحاول نزيد عدد الطلب العرب في جامعة هارفرد لأنه عدد طلب العرب في الجامعة كان قليل قبل أكمل سنة ونحاول نرفع هذا العدد في واحدة من أحسن جامعات العالم تير حلو طيب إذن عم تشتغلوا على مؤتمر مؤتمر زي ما حكينا الهدف الأساسي منه هو إحداث التغيير الإيجابي بغض النظر يمكن من الفئة المستهدفة لكن نقدر بنقول يمكن بالأغلب هي فئة الشباب الفئة المستهدفة العنوان هو بناء الغد وهذا هو المؤتمر الثاني عشر يقام بالأردن للمرة الثانية فحكي لنا أكثر عن أهداف هذا المؤتمر بسنته الاثناش مؤتمر هارفرد هو من أهم أهداف الجمعية زي ما حكيتي تاني مرة بنعمل في الأردن السنة الماضية كان في عمان الهدف من هذا المؤتمر أنه نحاول نجمع العقول العربية والعالمية في مكان واحد ونناقش المشاكل والتحديات الموجودة عندنا في المنطقة العربية هذا واحد من الأهداف الهدف الثاني طبعا أنه نحاول نجيب فندينج أو دعم مادي برضو للطلبة عشان واحد من أهداف جمعية خريجي هارفرد العرب هي الدعم المادي للطلبة ونحاول نجيب طلبة ونتفعلهم الرسوم في الجامعة وفي الوقت الحالي نحن عشر طلبة من الدول العربية تم إعطاءها زي أوردز للدراسة في هارفرد عودة للمؤتمر بدنا نناقش كل المشاكل من نواحي متعددة منها الصحية منها التعليم القانون مشاكل اللاجئين مواهب اللاجئين بناء ما بعد الدمار والريادية وفي عندنا برضو لجنة نقاش عن الدبلوماسية العربية بطير حلو عشان هيك ممكن سميتوا العنوان لهذا العام والطابع العام رح يكون هو بناء الغد بالضبط لأنه يعني زي ما بتعرفين احنا بدنا نفكر الدول العربية بعد خمسين سنة شو بتصير فيها شو بتصير يعني شو رح يكون شو رح يكون وضعنا إذا احنا ما خططنا من هلأ أنه نعالج المشاكل والتحديات اللي موجودة عنا مش رح يكون وضعنا كتير كويس ممكن أفضل أيضا يعني خبرة لحل المشكلات هي من خلال دراسة الطلاب والشباب بوحدة من أعرق الجامعات الأمريكية طبعا ومنها هارفرد طب إذا نتحدث عن المتحدثين اللي بدهم يكونوا موجودين بمؤتمر هارفرد مين رح يكون هلأ طبعا رح تشرفنا سمو الأميرة غيداء طلال وزي ما بتعرفي هم يعني إنجاز كتير كبير مع مركز الحسين ورح يشاركونا هذه الأكسبرينس طبعتهم كيف قدرنا نعمل مركز كبير في الأردن فخر لكل أردني طبعا هذا المركز فهم سمو الأميرة غيداء طلال طبعا هارفرد رح يكون كتير مهم خصوصي في القطاع المجال الصحي اللي إحنا رح تشرفين برضو رح يكون قلينا لو بدنا ناخد كل مجال على حدة رح نبدأ بالمجال الصحي معالي وزير الصحة رح يكون معنا ورح يكون معنا مستثمرين في المجال الصحي من لبنان ومن ستراتيجي أند واحدة من كبرى الشركات وبرضو رح يكون الدكتورة نجوة خوري رح تكون موجودة كمان من القطاع الأكاديمي فهذا بالنسبة للمجال الصحي في مجال التعليم رح يكون عندنا الدكتور رزاز رح يكون معنا وزير تربية والتعليم والمجال التعليمي رح يكون برأسه سيد حسن داملوجي اللي هو من بيل أن مليندا جيتس فانديشن ورح يجينا من لندن يوم الخميس رح يكون موجود ورح يرأس اللجنة تبع التعليم وهو برضو جايب متحدثين من مكنزي ومن كبرى المؤسسات لحتى يحكوا عن مشاكل التعليم في الدول العربية يعني طبعا لا يخفى على أي حدا المشاكل والتحديات في التعليم وفي كل هاي المجالات اللي موجودة عنا في المنطقة العربية وطبعا منها بلدنا العزيز في الأردن أيضا هلأ نشوف أنه قداء العالم كله عم بتوجه خصوصا بمجال الأعمال إلى الأفكار الناشئة والأفكار الريادية اللي موجودة سواء عند الشباب أو غيرهم من الفئات فبرضو رح يكون يعني حلو أنكم التفتوا بهذا المؤتمر لمصابقة للشركات الناشئة لحتى تستعرضوها وتدعموها كمان فقلنا أكتر عن هذا الجانب تمام هلأ احنا عنا زي start up pitch أو مسابقة للشركات الناشئة الجائزة الأولى اللي رح نعطيها هي 15 ألف دولار طبعا الاشي اللي منيح بالموضوع مش بس قيمة الجائزة يعني هي مش كتير كبيرة بالنسبة لشركة بس برضو فرصة هذول الناس اللي رح يحفوزوا عنا إنهم يلتقوا بمستثمرين كبار هم ممكن يدعموهم ماديا وممكن هاي الفكرة تكبر زي ما بتعرفي أي شركة أو أي start up محتاجين انفستر محتاجين مستثمر لحتى يقدر يأخذ هاي الفكرة ويوديها على الملأ كل الشركات الكبيرة فيسبوك أو حتى أبل الأول ما بدأت بدأت برضو باستثمار من حدا قادر مقدر ماديا وبعدين كبر الشركة وعملها وإحنا يعني بدنا نحاول إنه نقدر ننافس دول المجاورة دول المجاورة اللي هم بسموها حالهم start up nation فإحنا الدول العربية كلياتها ال start ups اللي عنا بدأت يعني الحمد لله بدأت تزيد وعم بصير فيه شركات كبيرة you never know يعني يمكن مستقبل إن شاء الله الفيسبوك تبع المستقبل يكون من عندنا من المنطقة العربية إن شاء الله إن شاء الله طيب أيضا يعني من الفعاليات رح تقيموها هي ندوة مجانية لطلبة المدارس الأردنية وأيضا للخريجين جدا عشان شجعوهم أيضا أنهم ينتسبوا لهارفرد فاحكينا أيضا عن هذه الأردنية في عنا ندوة مجانية يوم الجمعة لكل طلاب المدارس طلاب الجامعات أي حدا مهتم إنه يقدم على جامعة هارفرد أو يقدم سواء تدريب أو سواء دراسة ماسترز أو أندرغراد بقدر يجي يحضر الندوة زي ما حكينا مجانية ورح نحكي عن الأمور اللي كيف يقدم كيف قديش نسبة القبول شوفوا رصب القبول الأمور مثل هاي برضو بس أحب أحكي كمان نائب رئيس جامعة هارفرد رح يكون موجود في المؤتمر يوم السابت حلو وفي يعني في كتير ناس كمان إنه المؤتمر برضو يعني نتوكينج اوبرتونيتي فرصة للتعارف على الناس ويعني كتير بساعد بهاي الأمور كتير حلو طيب إذا نحكي عن المكان والزمان للمؤتمر حكينا هو يوم السابت اللي هو هاد 11 أذار رح يكون يوم السابت بالكمبنسكي عشتار بالبحر الميت 11 أذار ساعة 9 صباحا هو بس يوم واحد بس يوم واحد نايسة على أي ساعة رح يكون 9 رح يضلوا لحوالي ساعة 7 المساء ساعة 7 المساء رح ننهي بالمسابقة الستارت أبتش بس دي أحكي لك قدم علينا حوالي 80 شركة واخترنا منهم خمسة نعم فمن الخمسة رح يفوز اتنين الجائزة الأولى الـ 15 ألف والجائزة الثانية 5 ألف حلو طب سؤالي الأخير كيف بقدر الناس يسجلوا ويشاركوا بالمؤتمر؟ بقدروا يسجلوا عن طريق إما سجلني .com داريكت لي ويدوروا بس يحطوا هارفرد أرب ويلد كونفرنس أو عن طريق الويب سايت تبعنا www.harvardarabalumni.org وليسى لهلأ طبعا المشاركة والانتصاب مفتوح بقدروا لهلأ أنهم يشاركوا ويسجلوا لحتى يجوا ويحضروا المؤتمر أنا الختامة مدقة شكرك شكرا لك دكتور وأهلا وسهلا بك شكرا للمتابعة لا تنسوا تشتركوا بالقناة لحتى تابعوا كل شي جديد شكرا للمشاهدة